طيب تشكيلة الاهلي المتوقعة لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر هي كالتالي حراسة المرمى زي ما حضراتكم عارفين الشناوي أصيب مع منتخب مصر فعلي لطفي في حراسة المرمى ياسر إبراهيم وأيمن أشرف اتنين في قلب الدفاع ناحية ليمين محمد هاني وناحية الشمال علي معلول السولالية وديانج وليد سليمان والله زمان يا وليد والله أحب أشوف وليد سليمان في الملعب وحشنة جدا جدا وليد وأنا بشوفه لعيب قيمة كبيرة جدا جدا وليد سليمان حيبقى في المركز رقم 10 على يمينه يبقى كهرباء وعلى شماله يبقى طهر وقدامهم رأس حربة محمد شيف دي التشكيلة المتوقعة للنادي الاهلي طيب ماذا عن من سيغيب عن لقاء النادي الاهلي قائمة من الغابات كبيرة جدا الحقيقة بأسباب ليه علاقة بعدم القد الافريقي مثلا فمش هتلاقي بيرستاو مش هتلاقي لويس ميكي سوني حسام حسن كريم فؤاد أحمد عبدالقادر عمار حمدي دول لانهما غير مقايادين افريقان عندما سيتم قدهم افريقان في المرحلة المقبلة هتشوفهم مع الاهلي للإصابة وحيد ومتولي وحسين الشحات ومجدي أفشا كان طبعا استأذن لظروف الزفاف فمش هيكون موجود في المباراة دي ما يلحق مع النادي الاهلي قريبا عقب عودتهم ان شاء الله بإذن الله من مباراة النيجر اللي هتتلعب بكرة طيب نتابع التفاصيل التفاصيل يا سيد يا سيدي أنا أحب الصور دي وأحب الفيديوهات دي وأحب كل حاجة تربط المشاهد بالفرقة بتاعته فقادي قدامك يا سيدي فيديو كده لتدريب الاهلي النهاردة وإحنا بنتفرق كده خلينا أقول لكم مران الاهلي كان ماشي إزاي كابتن سيد عبدالحفيز خلينا مع الصورة يا شباب خلينا مع الفيديو هو البطل بتاعه سيد كابتن سيد عبدالحفيز وبيتس المسلماني حرصوا على أنهم يعينوا أرضية الملعب الجنرال سيني كونيتشي بالعاصمة النيجرية نيامة قبل بدء المران كان فيه محاضرة نظرية حرص الجهاز الفني على عقد محاضرة مع اللعيبة ومران قوي كمان خاضوا ميشيليان كان مدرب حراس مرمى الاهلي بتدريبات كانت شقة له الثلاثي حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شبير وحمز علاء وفقا للتأكيدات اللي بعثها الكاف للنادي الاهلي فالمباراة ستتم بحضور جامهيري يصل إلى 7500 مشجع ده بكرة إن شاء الله وفي احتفالية خاصة احتفل لعيبة النادي الاهلي بعلي لطفي قدام حضراتكم هو على الشاشة قبل بدء المران احتفلوا باحتفالية لا علاقة بعيد ميلاده اللقطات ديت بتتخفف شوية الأوضاع على لعيبة والدقوط على لعيبة بسانت طيب علي وعلي الحقيقة بشوفهم حراس المرمى اللي عندهم جلد واللي عندهم صبر وحرص مرمى محراس المرمى المميزين جدا جدا فورمة كانت كبيرة جدا جدا مع امبي في المطشاط اللي النادي الاهلي بيحتاجوا فيها وبقى موجود بالتمنيات بالتوفيق ان شاء الله بإذن الله في المباراة دي وجماهير الاهلي عندها ثقة كبيرة جدا جدا في علي لطفي وفي كل حراس الاهلي كونك تبقى موجود في النادي الاهلي فديه ثقة كبيرة جدا جدا ما بعدها ثقة كونك تبقى موجود في النادي الاهلي كونك تبقى موجود في النادي الاهلي